الحقيقة كمان من الحاجات الإيجابية اللي حصلت في معسكر منتخبنا التصريحات تصريحات أولا محمد صلاح هختصرها في جزئية مهمة جدا الناس اللي كانت بتقولك محمد صلاح ما بيحبش يجي المنتخب أو محمد صلاح بيجي يلعب على قد المنتخب الحقيقة محمد صلاح بعد مباراة نيو كاسل كان فيه لقاء صحفي هناك وسألوه يعني هل حيتأثر الليفر بول بغيابة كمحمد صلاح طبيعا الرجل بري بروفيشنال قال لهم لا عندنا لعيبة مميزة جدا واعتقدش ان الليفر بول هيتأثر لكن الحقيقة الليفر بول هيتأثر بغياب محمد صلاح كمان بين الشتين قال يعني الناس بتسألوا عن يعني عايز تروح منتخب مصر يعني بالرغم من تقلقك هنا عايز تروح منتخب مصر فالحقيقة كان محمد صلاح كان واضح جدا جدا قال لهم اسألوا اي لعيب لعب حتى لمنتخب انجلترا قالوا له احساسك ايه وانت بتلعب مع منتخب بلدك الحقيقة كان رد مختصر لكن رد صريح جدا وقال كل لعيب يعني بيتمنى ارتداء ويتمنى تمثيل بلاده وهو قال ان الجميع بيسألني نفس الشيء وهو قال محمد صلاح انا اريد الفوز ببطولة افريقيا ده هدف محمد صلاح وده مش هدف محمد صلاح بس ده هدف 110 مليون وهدف اللعيبة هدف الجهاز الفني هدفنا كلنا ان شاء الله الفوز بيزيل بطولة محمد صلاح قال كمان منتخب بلادي في حاجة لجهودي ولكن بدوني انا متأكد ان ليفر بول مش حيتأثر بالفوز بالمباريات وقال ان لعيبة ليفر بول كلهم لعيبة رائعون يتمتعون بجودة عالية جدا جدا وهما بحاجة فقط للابتعاد عن الضغط ولعب كورت القدم الخاصة بهم وكمان اشاد باللعيبة الموجودة في مركز محمد صلاح اللعيبة قادرة على تعويض غياب وزي ما قلتلكم الجزئية بتاعت منتخب مصر قال ان المنتخب مصر يعني ليه الكثير الحقيقة وانه شعور رائع ان الواحد يلعب مع منتخب بلاده ويلبس تشيرت منتخب بلاده وانه سعيد جدا جدا باللعب في البطولة الافرقية ويتمنى ان شاء الله الفوز بيها ده على جانب اللعيبة ومحمد صلاح على الجانب الآخر المدير الفني روي فيتوريا كان كمان سعيد جدا بالتصرحات دي وكان ليه تصرحات خاصة مع فريق اعداد البرنامج الحقيقة قال فيها ان تصرحات محمد صلاح دي كمان بتدي امل وبتدي حماس كبير جدا جدا لكل عناصر منتخب سواء لعبين او جهاز فني او جهاز اداري قبل بطولة مهمة زي بطولة افرق وقال كمان فيتوريا ان تصرحات محمد صلاح يعني حافز كبير جدا للعيبة والزملائه واحنا عتدنا دائما من محمد صلاح على تصدير هذه الروح للعبين الحقيقة والكلمات اللي اطلقها عقب مباراة نيو كاسل كان حافز كبير جدا جدا للفوز بطولة افرقيا وصلاح دائما هو وقود منتخب مصر ومن اجل طبعا العبور الى محطات الصعبة اضاف روي فيتوريا كمان ان هو شعر بسعادة كبيرة جدا بيتقلق محمد صلاح مش محمد صلاح يتقلق كمان عمر مرموش وبنتكلم على حجازه وبنتكلم على النني وبنتكلم على عحمد حسن جوكا وبنتكلم على كل محترفين الحقيقة اللي راجعين في حالة معنوية مرتفعة جدا جدا وان شاء الله بإذن الله زي ما بقول لحضراتكم ان تترجم هذه الروح ان شاء الله بنتيج واداء جيد في بطولة الامم الافرقية اختتم روي فيتوريا تصرحاته قال ان على ثقة كبيرة في قدراتنا على تحقيق انجاز كبير في بطولة افرق حقيقة زي ما بقول لحضراتكم الكل مستعد الكل على يعني اهب الاستعداد لبطولة حتكون بطولة صعبة جدا جدا في قد بار منتخب مصر دائما وابدا مرشح لأدوار النهائية في بعض الناس بتكلم على منتخب المغرب منتخب رائع منتخب عظيم وصل لنصف نهاية كأس العالم منتخب الجزائر منتخب رائع منتخب نيجيريا كمان قادم بقوة يمكن نيجيريا السنوات يمكن الخامسة الأخيرة ما كانش فيها مستوى جيد لكن حزاري من منتخب نيجيريا الحقيقة منتخب رائع جدا عنده لعيبة مميزة جدا بتتكلم على منتخب تونس بتتكلم على منتخب سحل العاج صاحب الارض يعني الحقيقة المهمة صعبة المهمة مش سهلة وده اللي قاله يمكن روي بيتوريا قالك أنا ما بوعدش بالبطولة وما فيش أي مدرب حقيقي يقدر يوعد ببطولة خاصة على مستوى بطولة أفريقيا كل اللي وعد به ان احنا ان شاء الله بإذن الله نعمل بطولة جيدة ونوصل لأبعد نقطة ونسعى جاهدين للحصول على هذا اللقب يمكن اللي غايب من حوالي 14 سنة من 2010 مصر ما فازتش بي بطولة أفريقيا كل التوفيق لمنتخبنا كل التوفيق لكل اللاعبين والجهاز الإداري والجهاز الفني وان شاء الله نستمتع ببطولة وزي ما قلت لحضراتكم معنا هنا في المحترف هنتابع كل صغيرة وكبيرة مع منتخبنا هنتابع كل صغيرة وكبيرة مع كل الفرق الموجودة في كأس الأمم الأفريقية أكيد مجموعتنا يعني ان شاء الله بإذن الله نتصدر المجموعة لكن هنفصل كل حاجة بالأداء الفني واللعبين الموجودين في أوروبا والفرق أو المنتخبات المشاركة في البطولة كلها هنتبعها من هنا في المحترف لغاية ان شاء الله يوم 11 فبراير لنكون موجودين في المباراة النهائية ترجمة نانسي قنقر